اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة السعود ولي العهد نائب رئيسي مجلس الوزراء وزير الدفاع وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المعظم لدى مغادرته مطار الملك عبد العزيزة الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيزة السعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف بن عبد الرحمن بن علي الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وقنص العام مملكة البحرين لدى مدينة جدة رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال وقد بعث حضرة صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر وتقدير إلى أخيه فخادم الحرمين الشريفين فيما يلنصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز السعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا ونحن نغادر بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والامتنان على ما حظينا به والوفد المرافق من كرم الضيافة وطيب الوفادة وحسن اللقية معربين عن بالق التقدير للمباحثات البناء المثمرة التي أجريناها والتي تصب في خير وصالح شعبين الكريمين وترسخ حلقات الأخوة التاريخية الوثيقة بين بلدين الشقيقين ويطيب لنا في هذا المقام أن نعرب لكم عن تقديرنا الكبير للجهود المخلصة التي تبدلونها من أجل خير الأمة ووحدتها وتضامنها وما ساعيكم المباركة للدفاع عن مصالح أوطاننا العربية والإسلامية والحفاظ على أمنها واستقرارها وازدهارها سائلين المولى العلي القدير أن ينعم عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يمنى على المملكة العربية السعودية بدوام الرفعة والنماء ومزيدا من الرقي والازدهار في ظل عهدكم الزاهر حفظكم الله ورعاكم وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود وليل عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله اشتركوا في القناة